ويعتبر مشروع خط الصهر السادس للتوسع من شركة ألبا البحرين للألمنيوم أكبر مشاريع التطوير التوسعية في المنطقة ومن المتوقع يبدأ الانتاج في مطلع شهر يناير عام 2019 ما سيرفع إجمالية الطاقة الانتاجية للشركة إلى مليون ونصف مليون طن متري سنويا عين على الواقع بات عليه مشروع سيرت له عوامل الانشاء في معادلة توازن بين حاجة السوق وبين مدى الاستجابة المطلوبة لما قد يتم عرضه ليكون ذلك متمثلا في مشروع خط الصهر السادس للتوسعة من شركة ألبا والذي من المتوقع أن يبدأ الانتاج في مطلع شهر يناير العام المقبل ما سيرفع إجمالية الطاقة الانتاجية لشركة ألبا إلى مليون ونصف المليون طن متري سنويا فيما سيوفر المشروع ثلاثة آلاف ومئتي فرصة عمل نوعية للمواطنين تقريبا كل العقود رست على المقاولين والهندسة تقريبا في 80% اكتملت وطبعا عندنا حاليا أولي خمسة آلاف عامل في الموقع وتعدنا سبعة ملايين ساعة بدون أي حادث يذكر وعندنا سنة هذه سنة مهمة لأنها فيها سنة لننخلص المشروع ونبتدي الانتاج في 1 جانواري 2019 تعتبر شركة ألمنيوم البحرين ألبا أحد أكبر وأحدث مصاهر الألمنيوم في العالم وهي معروفة بمنتجاتها من الألمنيوم عالي الجودة بالإضافة إلى تقدمها التقني وسياساتها الإبداعية والابتكارية التي تحرص على تطبيق أكثر الاشتراطات البيئية صرامة بالإضافة إلى حفاظها على سجلات عالية في السلامة تكلفة المشروع حوالي 3 مليار دولار تم ضمان هذا المبلغ في عام 2017 حيث تم إغلاق أكبر قرض بنكي في تاريخ مملكة البحرين بمبلغ ما يعادل مليار ونص دولار تم تم الإغلاق الصادرات البنكية نفس المشروع بحوالي مليار دولار بهذا تم إغلاق جميع التمويل البنكي للمشروع وإن شاء الله على عام 2019 بداية 1 جنيوري 2019 راح يبدأ المشروع إن شاء الله الحمد لله شركة ألبط تعتبر أيضا من الشركات الوحيدة في البحرين وفي الخليج العربي اللي تستطيع أن تعطي دورات تدريبية في السلامة بالتعاون مع أوساز العالمية للسلامة طبعا عدنا اتفاقيات وعدنا اتفاقيات جانبية للتدريب في السلامة مع شركات عالمية مثل من الاتحاد البريطاني إلى السلامة تقدم ملموس على نسب الإنجاز للمشروع حيث بلغت نسبة التقدم بشكل عام حتى الآن أكثر من 36% حيث تم استكمال أكثر من 70% من الجانب الهندسي في حين تجاوزت نسبة العقود والمشتريات بالمشروع 80% من مشروع الخط السادس للتوسعة من شركة ألبا أكبر مصهر للألمنيوم في العالم هذا المشروع سيعزز من اقتصاد مملكة البحرين عن طريق العديد من الفرص الاستثمارية المشتركة بين مستثماري الألمنيوم الأجانب والمحليين إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة